أنا حجزت لك هولندا وفيزتك شينجن تقدر تروح أي مكان في أوروبا كريت كارد اللي معاك هفتحه لك وهحول لك فلوس على حساب هناك خد ده كمان خلي معاك احتياطي السواء اللي جاي لك هسيب لك معا خمس تلاف يورو كاش لحد ما الفلوس توصلك بكرة ولا بعد بتتعامل على أني خلاص وفقت العربية جاء الساعة سبعة وهتوصلك المطار واللي أنا عايزه هيتم مش هاعد أنا ابني في سنين وتجي انت تهد في يوم رايح فين؟ رايح أفضي دماغي لشغلي بقى منت طول عمرك ما فضي دماغك لشغلك وبس مش هيدي الحقيقة؟ لا راجع الشريط كويس ونت تعرف الحقيقة فين الحرس اللي برا عندهم تعليمات ما تخرجيش غرفة العربية لا توصلك المطار مفهوم أوكي موافقة بس بشرط بنتك أبعت هالك تسلم عليها قبل ما تسافري ولو أني عارف أني مش ده الشرط اللي في المعك بس هو لتحرجك يمكن تحسي مرة أني بنتك أهمة من اللي بتفكري فيها انا ما اتشارتش عليها أنا شرط على أمة موسيقى يعني هو عشان يصلحنا يلوي درعنا يا ستي نسمعه الاول وبعدين احنا معدناش درع نتلوي منه يا سلام ما بادري معلش انشغلت عنك انا في الطريق حال اه اوكي اوكي نسافة السكة ان شاء الله باي ساي المادام تخرج من هنا على العربية لها توصلها المطار مسؤوليتك كمير ماشي وفي ايه اولا حاجة انا لازم امشي تمشي تمحي فيه لو تجد بس انت لوه سمحت بسك الجاكتة طي ما تدراعك من غير دراع من غير دراع ازاي انا حطها حط من غير دراع طي وموضوع عمي بعدين بعدين عمي يلا يلا نوه بليس خلي رامي ما ينساش الميزانية اللي قلتلوا عليها طي بالميلاد المتأخرة ماذا قلت عليها مالك مش عايزاني معاتي بليس قول الناس ان احنا في الأسانساري حدر العربية باي باي يا رامي وفيها استاذ رامي اه انسة نوه بيت نادي ولا حاجة؟ لا طب عندك واتساب؟ اه يا خسار اصلا انا ما عنديش بس انها واشتري اتنين عن قريب ان شاء الله الناس دي مصاربعة هنا كده ليه؟ وده ايه ده ان شاء الله؟ مش عايز اسمع نفس خش يا رانا ما تتحقناش على كده البنت تدخل قذلتها الاول وبعدين نتكلم اتعلمي بقا رانا يا حبيبتي خش على قطك وما تخفيش انت هنا ببيت بابي يعني بيتك بابي؟ ده حاجة حلوة خالص اسبقين يا رانا وانا هحصلك بس يا بابي مش حضرتك بعد تاني ان احنا نكلم ومامي سوا وانطمامها يا روحي هو بابي وعدك تكلم ومامي سوا؟ طب ما تيجي نكلمها احنا كمان سوا ممكن ما تدخليش جرائي يا حزم انت هتعلي صوتك علي قدام بنتك ولا ايه؟ ما تلمت دور يا دكتور لم انت نفسك وحط لسانك في بوقك لغاية لما تفهمي ايه اللي حصل بالزبط انا هكلم مامي يا حبيبتي واجبلك التليفون اللي حد عندك عشان تقولليها على التليفون اللي انت سيتي واتجبهولك بس يا بابي انا 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 عايزة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا مش ممكن أسيب بنتي تعيش في جو زي اللي هي عايشة فيه وقفة تفرق مش ممكن أخليها تعيش مع واحدة مستهترة زي اللي اسمها ماريب اشتركوا في القناة انا حبيتك او اماريب اوليب حبيتك لدرجة ان انا كنت بعجزك انك ما تبقديش عنيب والمناسبة اختك ما دفعتش ورمان ليم عشان ورقت الطبق ديب وده درجة السليل اشتركوا في القناة 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 أنت فيها يا ماري الملك محسن أنا بسرايك ليه؟ أنا ما قلتش كده الناس تقولي كده كمان معنا موم الولاعة بتاعتك هاي؟ مش عايزة يا حبيبي مش قصتي بس أنا ما بحبش حد يدور في شمتتي أنا مش حد أنا جوزك وبعدين بزميتك هشوف إيه أنا في الشمتة أكتر من أنا بشوفها بعدين رحت الفنانة الحلوة دي هاو أنت متعود على يساشة أمامها وأبا؟ هاو يعني راجع نهاردة بدري من العيادة بدري إيه مالي ساعة دخل على اتنين كنت فين ده كل؟ كنت مع أصحابي عاصل كنا في الزمالك و وبعدين جوعنا وقولنا نروح نتعشف حتة ولسا نخلصين هاو لديك خاتم ثاني من أعلى زوء ويقول له فيه دايمونز أكتر كنت أصحابي لديك خاتم ثاني من أعلى زوء ويقول لديك خاتم أصحابي 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 الحمد لله على السلامة الله يسلامنا مش قلتلك ساعة ونص بالزبط؟ أنا كنت فكرها أطول من كده لا لا، أنت عارفة لما الطريق جديد يتعمل نوصل هنا يا دوب في ساعة من القاهرة طيب كويس أهلا وسهلا، أنا زي أهلا عمر مهندس واي المديري المزلعة أهلا وسهلا بالوقت هنروح نغار لبسنا عشان يعقمونا أي يعقمونا دي أنا متعقومة؟ لا لا، ده خطر على البقر هو إيه اللي خطر على البقر؟ الكريمات والفارفانات دي خطر على البقر، صدقيني ترجمة نانسي قنقر 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 هلو جلّه؟ أهيه! وأنت هتبضلق قاعدة هنا في البيت بعد ما سافر؟ ولا هتروحي لأونك المفيد تاني؟ لا، بابي قالي أنها سلم عليكي واركعة تانية عند أونك المفيد أصلاً ما أنتوش أولاد وبيفرح بيّ ربنا يفرّحوا كمان وكمان لا، بابي وصلت لفنك بابي ويوه، يروح قلبي، حكلمك لما أوصلك كمان مرة تقولي كده، وما بيتكام بابي وكل مرة يروح قلبي، بحكلمك لما أوصلك كلمي نيس لا هكلمي المرة دي هتكلم نضيلي هنا كمان حاضر فت لما انت عارف انك هتصالح مراتك وانك في الاخر هتجيب ورا وتجي تتنازل عملت المحضر من البداية كتريحت دماغك كجذعة معروش يا فندم إلت عقل؟ إلت عقل؟ ماشي تعيش وتاخد غيره شكر قوي يا حضرت الظابط ده العفو على إيه بس بلا شاء الله يخليك المرة الجاية تجي تكبرة وتعملها الشوح في قتل إن شاء الله مفيش مرة دانية نوم إحنا بقى؟ أه نوم إحنا شكرا يا فندم شكرا شكرا يا متر شكرا يا متر معلش يتعبتك معايا ما تقولش كده أنا في الخدمة يا خليت بيه لا يا فندم ده شرف لينا بقول لحضرك إيه أنا الفترة الجاية حتاجك كتير يعني حضرتك الكريمي في تلفون هتليني قدامك ماشي يا فندم ماشي مع السلام ماشي مع السلام ماشي مع السلام موت وفهم بقى إيه اللي حصل يعني عشان كل ده؟ بعدين حفوركوا بعدين يوم أول انت مش ملاحز يا ليس ان انت بتخبي علينا حاجاتك كتير؟ يا عم أخب عليك وإيه بقول لك بعدين فيه حوار كده في دماغي أول ما خلصها حكيوله لا أنا مليش دعون عون زهارف دلوقت مش هينف ليه بقى؟ كده عشان بقولك فيه حوار هخلصوا بعدين وأنا ليه حاسس بقى إنه اختهورة كل الحوارات اللي بتحصل دي أهو صح أهو بيكلم صح ما هي اختهورة كل الحوارات دي؟ وشارف أمي لفش خمانك دينه الصين وبكرة تقولوا ليس ياه يلا بقى وريني بقى تعمل إيه؟ منورين بسمية شكرا ثانية واحدة انفضلكم 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 أيوا أميرة مم 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 وده سبب خليك تكلميني مئة مرة وتبعتيلي مليون مسجر؟ واجي لحضرتك أي حد الجوابات دي لازم تتمدي النهاردة حضرتك آيل في الميتينج إنه بعد يومين لازم حتحط حجرة الأساسي ما حطت يهمش الصبح حاليا على مكتبي كنت مضيته ما حضرتك نزلت على طول بعد ما قابلت عماد القط؟ وبعدين ما كنتش بترد على التليفونات ولا حتى على تليفون ملك الجرحي لما جات سألت عليك يعني أنا عملي دلوقتي ما هو ما هو أنا النهاردة لازم أمضيهم من حضرتك لازم أشوفك ضروري أستنى هنا ولا جيلك على البيت؟ لا يا أميرة روحي روحي وسيبيهم للصبح مضيهم ما عرفش راجع إمتى يلا مع السلامة التليفون ده أسوأ اختراع في الكون على قد ما فيه مميزات على قد ما همليان عيوب فأنا الحاجة مزعيجة عندك حق تحس إنك متاح لكل البشر ولو في يوم أردتش على حد يزعل منك أنا لما حب أفصل أشد الفيشة واللي يزعل يزعل أنت بقى بس مش كل حد يعرف يعمل كده ما الحياة اختارات؟ للي يعرف يختار تليفوني كبيرين نو ممكن تردي وممكن ما ترديش قايتين اختارت يا سيدي شوفتي بقى؟ مرة اتنين بس وبعدين مش كل مرة يعرف يختار الحاجة الصح شوف يا ملك أنا معاك إني في ناس كتير بتمشي حسب المفروضة عليها أنا حب أفرض اللي الناس تمشي علي بتاكل الفتير المشالتة؟ أكل الفتير المشالتة بتاكل بالإيد الفتير المشالتة أحلى حاجة شكله حلو قوي هاي بالهانة والشوفة بسية عمر 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 يا ناديم بيه بالهانة والشوفة رايحين بيه على فين؟ ده مش طريق المطار أنا قلت لستك إن احنا ناخد طريق مختصر عشان الزحمة انت هتستعبد؟ طريق مختصر إيه؟ بقولك قول رايحين بيه على فين؟ دوس بنزين وقف هنا وقف بقولك إيه؟ اهدي بقى وأعدي ليلتك دي أنا معايا عمر يخلص عليك لو عملتها أي دوش تخلص على مين يلا؟ بقولك وقف هنا اهدي بقى اهدي بقى بصمحني بقى أنا ديباشة شغلنا حاجها دي شغلنا حاجها دي شغلنا حاجها دي موسيقى هل تعرفي أن كل الأكل التي أمامك دي إنتاج المزرعة؟ كله كله؟ كله طب والمية ده أنت بتتلككي بحب دي تاني مرة تلكك فيها صح؟ تالت مرة أنا ما بنساش حاجة يا ساتر لأ أنا بنسى كتير نا أنا مشكلة إن أنا ما بنساش خالص أنا في حاجات كتير بنساها إلا لو حد جراحني أو حاولي يقزيني أهو ده ما بنسهوش خالص يبقى قدامي وأعمل نفسي مش هيفاه ولا كأنه موجود يا ساتر أنا خفت ها تعيزنا تزوق قدامك ولبسك الوش الكيوت واقول لي كل الناس بتقولوا لبعض أصلاً عائبة إن أنا متسمحة آخر حاجة وبينسا الأسيا واكتر حاجة بكرهها في نفسي بتيبة قلبي لا طبعاً MINIMAL عادية جدا بحب وبكره وبعند وبأزعر وبغير وممكن ساعتها نفسا كده خفت اكتر انت عايزنا اكزب ولا اتلون احنا هنمثل مش ديه الحقيقة احنا كلنا كده وهو احنا مش بنقادمين ولا ايه الحكاية بعدين انا عجباني كده ما عنديش استعداد ان اتغير وابقى حد تاني غير نفسي بالحكس اوقت اتغيري انتي متصلحة مع نفسك ومصاحبها وفهماها وبتواجيها كمان بس انا ما قلتلك ما بنساش حاجة ما قصدتش كل الكلامنا اما ليه انا قصدت ان انا لما بيبقى عندي حلم او بتطق في دماغي فكرة اقوم قايم نايم بيها منسهاش لحد ما طبعها بزي المزرعة دي كانت مجرد فكرة كان عندي سبع سنين وقاعد مع ابوي عمي واخوي عالصفر بنأكل قاعد مصيت على الاطباق اللي بنأكلها قُلت قلع دا كل حاجة من الأكل دا جاية من حد طب ليه ما يكونش في مكان كبير فيجمع كل الأكل دا يبقى بينتك كل الأكل دا يعني ومن هنا جات فكرة المزرعة وكل ما كنت اكبر تكبر معاية الفكرة وبعين بقى تاكت افهم بقى وادركت ان العالم كله بيحارب بعضه عشان الأكل ده لقمة العيش طبعاً وكل الحكومات شغلها الشغل أنها توفر للشعب لقمة العيش والناس عايزة تأكل ولا تقولي لي بقى حرية وديمقراطية وخلطة فوقية كل ده كلام فرغ ما يجيبش أهمه أوه والله العيش ده لو مش موجود تقوم ثورة هعندك حق بس أذينكم ها ليش ونفضل يا عمر تاني يا ناديم بيه عمر عمر اسمه ايه؟ عمر عمر سوري لذيذة أم أيوة حمام ساكلنا مطولين يا معلم أنا مش هارف إيه اللي جابني النهاردة لأ قولنا نازل من الشركة وعمل أقولك باي باي يا رامي زي لهبل كنت تعالى كنت عايز تيجي كنت تعالى آه والله أنا اللي مصبرني بس فيه شوية بط وحمام كده زي الفل دول اللي مصبريني على اليوم الطويل ده لا وهي قاعدة من أفضالي آخر حاجة يعني ايه من أفضالك ومقضيها حواديث ها عمر عمر اسمع إنجز 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 وفاهمها إن هي ما تتعبش روحها وما تسحبش كهرباء على الفالي عشان الكمبين ده مش هيتم وحيات أمي ما هيكمل أنا لسه جاي من عند أميرة ومورياني ديسجن اللي أخدوا المستشار القانوني بتاع ناديم العقد بايز żadان أمي ما هيس أفاهمو زي دا؟ العقد بايز يا عمر بايز مليان مشاكل ما كانش المفروض يمديه أصلاً ميديهون يديهون يديهون يهات أنا فاهموا ميديهون يديهون 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 ? أنا فاهموا ليئييه ها؟ عنديكِ أنتِ لسانة وأنا اللي قطعانهولي ثم مكتش معايا أصلاً دا دا الأخ نوه يا مع 저도 بيقولك مش كنت اروح تنتيلمشوار دا؟ ياريت، بدل الملل اللي إحنا عايشين فيه ده عم، عم، اسمعني، اسمعني حاولت تفهمها بينك وبينها إيه اللي بيحصل عشان هيا ما بتردش علينا وقل لها إن أميرة مولعها حرب ما عرفش، ما عرفش فهمها بطريقتها كم كنت تسمع لك تمام، تمام تكلموني لما تتحركوا أنا صاحي مش هنام طيب يلا، أوكي سلام سوري أهم أهم تكلموني أهم أهم تكلموني 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 بيقولك أي يا ونديم، وكليم دماغ بعض طب يا رامي، ما هو على فكرة صاحب الليلة دي وهو اللي يقدر يمشي اللي هو عايزه صاحب الليلة دي كلها؟ وما لو هو جايب الناس بيشتغلوا عنده وبيقبضوا ليه؟ عشان يعملوا قرارات وهو يلغيها؟ لأ طبعا، واسمعي طالما الموضوع عفلت من إيدين أميرة هيبقى بيركش أنا بحاول أفاهمها كده، بس هي مش بصدقاني سكوتي مش أنا عرفت مين اللي سي مين؟ جوز أختها، مريم لا 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 لا، دي عرفتها الزيدي؟ طب بعد ما نديم كلمها وثابت الأستاذ جمال واخدت معها عمر، ها؟ راحت أنا بقى إيه؟ خدتوا معا في الكلام لا 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 لا، حكيلي حكيلي إزاي؟ طولوا، بص يا أستاذ جلال، الرجل الملزق ليش ده اللي كل شوية بيجي المكتب ويعاكنا على ملك؟ شوف له حال، وخليه سيبه في حالها، راح لغبي قال لي كل حاجة يعني، مريم اللي أختام تتكلمش دي؟ بتكوزها؟ ليه؟ أو أنت عينك عليها ولا إيه؟ قفز النمر الجريح على عثمان، واستطاع عثمان في قفزة خاطفة أن يتضحرك بعيد عن الوحش الجريح بص يا مريم، أنا أكتر واحد عارف أن الكتب دي مش هتسليكي تماما بس عمل إيه في عمك؟ شكرا هو أمحلفني مئة يمينا جيبهم لك دي كانت كتب يا أنا صغير وماما كمان كانت عايزكي تيجي تتغدي معنا بكرا ليه، ليه، بس دول المبسطين قوي من ساعت ما جيت لنا طيب على العموم فكري، بس هم حيبقوا مبسطين قوي لو جيتوا يا مريم، بس قولي لي بقى، أخبار اللقب إيه؟ ما فيش باسفورد وعا منك كده، كده فيسبوك، ميل، تليفونك، إيتي أم حتى طب على عموم لو قاية حاجة وقفت معيك يا ريت تقولي دي أنا بنعمك يا مريم ما تكسفيش مني مريم هو أنت على طول أهدا في البيت كده، ما بتخرجيش؟ تروحي الجيم كافية، تسهري بص أنا آسف يعني بس بس هو ده بسبب الحادثة ما تخليش الموضوع ده يسيطر عليك يعني ده وقته حيعدي ما تحطيهاش في بالك قوي كده وبعدين هاسمع يعني أنك كنتي مقضيها وانا عمري ما جيت عندكو البيت ولا قيتك زي ما يعني أي فاكرة سيتي كلاب يوم ما شفتك هناك ودمك نشف لما شفتيني وتتشرابي بس أنا طلقت جدعة ما حتش عارف حاجة ترسوا تشرابي؟ ما شفتك؟ تشرابي؟ خالص؟ شايب وقهوة؟ بس؟ أحسن برضو تفضل أه شايب وقهوة؟ ما شعيزة؟ ماذا عايزة؟ يا ملك في؟ يا عطول كهات تشتغل؟ صحيحة نسمع أنه عندها بيبي ولد بنت حلوة طبعا ما فجأتينيش على فكرة شبهك لازم تبقى حلو ست سنين ما شاء الله مش بتعش ولا مرة أكيد أمر ما شاء الله بصي بابا كان عايزنا اتكلم معاها وبلغها يعني أنه حيتنازل عن القضية بصراحة أنا ما كانش عاجبني موضوع القضية ده أصلا من الأول مش عاجبني أنه نعمل في بعض كده أنا كلمته في الموضوع ده كتير بس هو عند وجهة نظر كده ما عرفش بلغها ليك ولا لأ بني وبني برضو أنا نفسي مش مقتنع بيها مش عارف ليه بس بحس أن أنا بسق في ملك بتعارف أن أنا طلعت الأول على السنوية العامة في مصر كلها واو تسعة وتسعين وتمية من عشرة وقابلت رئيس الوزراء وكرموني وشاهد التقدير ومتين وخمسين جنيه وقبطوهم متين سبعة وعشرين واربعين قرش بعد الدراج طبعا أمي وأبويا كانوا فرحانين جد خلاص بقى الواد حيبقى دكتور زي أخوك كبير جد تنسيق جوح تكاتب الرغبة أولى كلية زراعة إيه ده؟ يعني أنت مهند الزراعي؟ أي؟ ما أنا قلتلك بقى الفكرة سيطرت علي عايزة أعمل مزرعة الزراعة ملكة عن الأرض والأرض دي ربنا حط فيها كل أسباب الحياة حديد بيترول دهب لحد الفوق دي عشان كده كان عندي حلمة تملك حتة أرضي على الكرة الأرضية أحلى شعور في العالم إن الواحد يعمل حاجة اللي هو بيحبها طبعا أنت عارفة إن الشباب مظلوم في بلدنا جدا لأنه ما بيخشش الكلية اللي بيحبها بيخش الكلية للتنسيق بيوديها له عشان كده كل ما قابل رئيس الوزراء سيبيه هاكل براحت كل يا عمر زي ما أنت عايز كل واللي يفضل نوديه لك لحد البيئ خليك ندين بيئ الأكل بصراحين فالفة هنا وشفة أنت عارفة ما قابل رئيس الوزراء ولا وزير التعليم قال لهم ما تلغوا التنسيق بقى إلغوا وخلوا الكليات تعمل اختبارات الطلبة تخشها واللي ينجح فيها خلاص يبقى داخل الحاجة اللي بيحبها وما هو بفيه وبعد كده يطلع يشتغل الشغلان اللي بيحبها آه يا فكرة هايلة بس اللي ينفزها بقى هادي احنا منقول إن شاء الله يفهمه تليفونك لا بقى ما خلاص هعمل زيك النهاردة واشيل الفيشة غريبة قوي التناش بتاعها المرة دي عمرها ما عملت كده مش عوايدها يعني احنا ما شفتش كده بالصبح بأكلمها ما بتردش ومش معقول ما حدش قلع على اللي حصل مصيبة لتكون ما صدقت ما صدقت ما صدقت يعني حد ظهر في حياتها قالت لك أنا تمام قوي كده قرمي البيت بقى رفع على أبوها واخلص ورايح دماغي حد ايه وسببت ايه الكلام اللي انت بتريدها ملك ما تعملش كده دي بتموت في حاجة اسمهاها رانا وايه يعني ما تموت في رانا وفي المز اللي حتتجوزه مز ايه وكلام فرق ايه اللي انت بتريدها هلا وملكة حمق تقوي كده يا دكتور الدكاترا على فكرة هي مش هتعيش على ذكراك ولا هتحرم الرجالة بعدك ولا هتتراهب البيت حياتي مصير هتتجوز إن ما كادش عاملة كده أصلاً في الدرة الأشكال دي ما تعرف لهاش هاي من داي وقت عدلعي من هنا إن ما كادم صاحبة ولا متجوزة عرفي ولا يمكن كمان رسمي بس نخم بيها أنا حقومة شوف رانا نامت ولا لأ اه مش عاجبك الكلام ما يعجبكش تقوم واخد بعضك وماشي بالعقل كده واحدة طول اليوم ما سألتش على بنتها لو كاد كلمتها على الموبايل اللي هي نسيته عندها ما كانتش ردت كاد كلمتهم فكانوا حاكلها اللي حصل فكاد كلمتك ولا حاجة من دي حصلت ليه؟ لأن هي مش مركزة هي مش موجودة أصلاً ما يمكن تكون مكسوفة ترد عليها لما قالوا لها إن أنا شفت أختها مع راجل غريب ومين قالك يا خوي إنه غريب؟ ما يمكن قريب البيت ما قتلكش دايب أمين؟ لا هي جريت على طول والوقت بردو خد بعض ومشي ما أنا حكيت لك أوسامة ولا حفظة أحكي لك مئة مرة ولا مئة مرة ولا مئتين مرة خلاص الجواب بين من عنوانه إنت لو سبتها اليومين اتنين بس حطها تحت عناية حاجبلك قرارها والله العظيم الموضوع ده في راجل صراحة ما تشبعش من القاعدة دي مرسي قوي على اليوم الجميل ده على إيه بس تعالوا كل يوم انتوا نورتوني والله شكرا شكرا يلا لأ ممكن عاستاكل حاجة كمان لأ تمام شكرا يا ملك فين شنطتي شنطة ايه كنت عادة عادة عليها طول الوقت شكرا ناديم بيه شكرا جدا نورته نورته طبعا الناصر نايم كالعادة صحية وعمر لو تعبانا بعتلكوا سواء من عندي لا مرسي يا بجد بيك سواء أنا عمر أنا عمر يلا أنا نايمش مرسي نايمش كده يا ناصر في ايه حتة نروحها بس كان يوم حالي مم جدا ايه امين